مرة شتلة التبغي على زارعيها هذا العام ملتصقان بالأرض هما كامل وزوجته منذ تسعينات القرن الماضي كان للاستيقاظ فجراً وقطاف التبغي في سهل لخيام جنوب لبنان طعم آخر كان يعود عليهم برزق طفيف الآن هو معدوم الأكلاف تضاعفت مرات ومرات بفعل ارتفاع الدولار ولا سوق لمنتوجهم إلا إدارة حصر التبغ تشتريه بالليرة والفارق يدفع من جيب المزارع أنا أحد الناس بالعامل الجاية الموسم الجاية مفوض بها الزراعة لأنه إذا الشركي ما بدأت تدعم هذا المزارع وتحصنه وتخليه هو ينتج لها أنا وهيري على الأكيد يعني رح ننسحب من هذا المجال هذا المشقة غالباً ما تتشاركها الأسرة الواحدة فبعد القطافي يأتي شك التبغي تحضيراً للتشميس كل ذلك وكيل الجرام الواحد سعره أقل من دولار بعدما كان بثمانية قبل الأزمة أنا ما انتبهت اللي كوي قلبي أنا بعطي غصب عني مش من قلبي لأنه ما في بديل ما في شي تاني تشتغليه ويعني إذا بدك تروحي تتديني من الدكاني وما عندك شي تتكلي عليه ما حدا بيعطيكي منقتر نروح على المحل منتدين أنه عنا دخان وبكرة بس نقبضوا منعطيكم اللي بيعطونا يمكن ما نقدر يمكن نتدين من حدا ونرجع نسدهم للدكان بس بتلاقي أنه أنت عم تشتغلي فيه ناس بتدينك ونحن عادة منقدر حق الدخان ونطلع فيه على المحل نسكر ونرجع على البيت ولا فران أكثر من 450 قرية لبنانية تزرع التبغ معظمها في الجنوب فهي زراعة بعلية والقرى الجنوبية تعاني ندرة المياه وكان لابد من التبغ مع استعصاء البدائل عام كامل ومجهود مضن تحتاجه كبوش التبغي هذه أما مردودها فيكاد لا يذكر في ظل أزمة اقتصادية نشرت يباسا في كل القطاعات ومعاناة غير مسبوقة ليال خروبي اليوم حول جنوب لبنان